من جديد تعود محاولات ضرب الاستقرار النسبي في البلاد من خلال عقيل صالح ومن ورائه مجرم الحرب حفتر وأياد المخابرات الأجنبية وسط دور غامض تلعبه البعثة الأممية يكتنفه الاستفهام والاستغراب فبعد أيام قليلة من لقاء مبعوث الأممي عبدالله بتيل بعقيل صالح ومجرم الحرب حفتر استفاق أهل طرابلس على اضطرابات أمنية روعت المدنيين وذهبت بأرواح العشرات ودمرت الممتلكات الاضطرابات جاءت عقب اجتماع بين وزيري الخارجية المصري والسعودي قيل إنه لبحث الملف الليبي وتصاعدت حدة الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في العاصمة ما أدى إلى وقف حركة الطيران وإغلاق المحل التجارية وتعطيل الدراسة وسط حالة من الخوف أعادت إلى الأذهان ما عاشته المدينة من اشتباكات مماثلة جرت عقب تشكيل مجلس نواب طبرق لحكومة بشاغة والتي رجح كثيرون أنها لم تأتي إلا لضرب حالة الاستقرار النسبي وما أن فشل ذلك الهدف حتى أقيل بشاغة من منصبه وأحيل للتحقيق وقالت مصادر أمنية وطبية إن ضحايا التوتر الأمني الأخير تجاوز خمسة وخمسين بينهم مدنيون كما تحدث مسؤول طبي عن عشرات الجرحى بينما أجلت فرق الإسعاف حوالي ثمانمائة وسبعين عائلة عن مناطق الاشتباكات وطيلة فترة الاضطرابات الأمنية اختفت الأجسام السياسية واتخذت موقف المتفرج فلم يشاهد الليبيون المجلس الرئاسي ولا مجلس الدولة ولم يخرج أي مدحدث رسمي يوضح حقيقة ما يجري إلا الأطقم الطبية التي تنشر أعداد الضحايا ويرجح محللون استمرار محاولات ضرب حالة الاستقرار في المنطقة الغربية وسط تلاعب ومماطلة عقيل صالح بملف الانتخابات وقوانينها من جهة والدور السلبي لمجلس الدولة والمجلس الرئاسي من تلك الممارسات والتماهي معها من جهة أخرى وبين هذا وذاك يبقى المواطن العادي يجني وحده حصيلة فشل وتلاعب السياسيين بسم الإشارة أي حد يبي يطلع يطلع تجاه صلاح الدين ينزل توه جهاز إسعاف الطوارئ جهاز إسعاف الطوري أي حدي بيطلع يطلع توا اللي يبيخ ليينزل اللي يبيخ ليينزل توا جهاز إسعاف الطوري